يعني بالنس زي ما جيمي كده قال واتفق معاه طبعا مليون في المية في الكلام اللي هو بيقوله يعني مش هضيف عليه كتير لكن هيا الفكرة كلها ان في مباريات النادي الاهلي للأسف احنا اللي احضرنا فيها فكرة ان احنا نكسب الماتش ده بعيدا عن المباريات اللي احنا اتكلمنا فيها بحلقات كتير هنا لا لا احنا اللي بتاعة النقاط اللي فقدنا بسبب اخطاء تحكمية لكن اخطاء تحكمية هو بها دعاية مباريات الجونا في الجونا مباريات المصري في برج العرب مباراة تلاقع الجيش سفر سفر مباراة البنك الاهلي بعيدا عن الخطأ اللي حظ مباراة سيراميكا واحد واحد زي ما بنترجمش الفرص هي دي الفكرة نفسها الفكرة ان النادي الاهلي لو بصيت عليه رقميا النادي الاهلي كان ما كانش سيء ما كانش متأخر عن منافسي ولكن عمل عدد من المباريات في اوقات هي حساسة جدا في الموسم قدت ان المنافس المباشر يتفوق ويستغل بعدد فرص اقل بعدد اهداف اقل في بعض المباريات ان هو كان يجيب الجوم بتاعه وخلاص ويركب به الدوري والاهلي هو اللي بينزف النقاط طبعا يعني القرار اللي اتخذوا مجلس دارة النادي الاهلي في توقيت من الموسم مع ريكاردو سوارش ان النادي الاهلي هيكمل الموسم باللعيبة اللي هي لسه بتتجهز اللي هي ما كانش بتشارك كتير او العائدة من الاصابة بجانب اللاعبين الشباب ده بالتأكيد كان ليه تأثير لان لما المدرب طبعا بيلعب باللعيبة يعني بيرايح اللجوم الفريقة من اجل الاعداد للموسم الجديد وكمان لتفادي اصابات ممكن تبقى طويلة اكيد ده كان ليه عامل في الجزء الاخير من الدوري اللي فقدنا فيه بعض النقاط ابعدتنا كمان عن المركز التاني ولكن اجمالا بقى احنا بنقول هنا لما بنستعرض الارقام دي بنستعرضها عشان خطر الموسم الجديد اللعيبة نفسها تبتدي تشوف ارقامها ان هي ما كانتش سيئة قوي ولكن ما كانتش في افضل حال كان ممكن تبقى افضل يعني لعيبة النادي الاهلي كان ممكن تحقق ارقام افضل وكان ممكن نستعرض زي ما جيمي قال كده اللي هي الجدول بتاع المحاوية النهاردة بنتكلم محمد شريف اللي هو هداف الدوري السنة اللي فاتت واحد هداف الدوري هداف النادي الاهلي عفوا الموسم ده في عشرين مباراة هو كان نسبة الاهداف المتوقع بتاعته 11 جون جاب منهم 7 نتكلم حسام حسن من 6 جاب 4 نتكلم ده في السيزن بشكل عام هنشوف بعد كده ترتيب اللعيبة اللي بعد كده يمكن بس جيمي حسام وصلاح محسن احمد عبدالقادر والوئي حتى لويسمكسوني الرقم الناس تتصرف من الرقم بتاع لويسمكسوني لانه عدد الهداف المتوقعة والفرص اللي كانت بسان حالي لويسم بالمناسبة الجدول ده قبل مباراة سيراميكا الاخيرة يعني لانه فيه هدف زيادة مكسوني مسجل 4 مش 3 فانه الهداف المتوقعة الراجل سجل منها رقم رقم كبير قبل المواجهتين الاخيرتين فلما جي انا هنا بربط ايه بايه انا بربط ايه بربط انه الاهداف المتوقعة في فريق بحجم النادي الاهلي في فريق بحجم النادي الاهلي لازم تكون الاكسبكت جولز او الاهداف المتوقعة الترجمة بتاعتها بيرسنتيج افضل من كده اللي يخش بعد كده على احمد عبدالقادر او طاهر محمد طاهر او حسين الشحات نلاقي ان الارقام ترجمة الاهداف للخط الامامي ضعيفة جدا بتكلم على انه هذه عدد المباريات بحجم احمد عبدالقادر لعب ممتاز طاهر حسين لما لقي انه لعب لعب 22 مباراة بين اساسي وبديل لعب لعب 14 مباراة بين اساسي وبديل حسين الشحات لعب 19 مباراة بين اساسي وبديل ولاقي ان مجموعهم التلاتة على بعض 9 اهداف ده رقم قليل جد الاسهام بتسع اهداف بس من 3 لاعبين خادوا العدد ده من الدقيق ده بيقول لي رغم انه انا الفريق نربوط طب اول حاجة قلناها في اول الحلقة رغم اننا الفريق الاكثر صناعاتا للمحاولات والفرص الخطرة لاننا هذه الارقام مربوطين ببعض عدد المحاولات بالترجمة الترجمة الاهداف ويمكن احنا في اللينك اللي جاي عندنا خدنا مثال واحدة من الامثلة لهذه المباريات كانت مباراة سموحة في الدوري اللي اخسرها النادي الاهلي 3 اتنين كمية من الفرص المهدرة والقرارات الخطئة قدت الى ان انت كان المتاح ليك انك تسجل من العدد ده من الفرص كتير جدا لكنك ما سجلتش فخرجت بهذه النتيجة واخسرت ثلاث نقاط في مباراة انت كنت على الصعيد الهجومي الطرف الاقوى والغزارة التهديفية كانت المفروض انها تبقى اكتر من كده تبقى لمعدلات الصناعة اللي حصلت في المباراة والناس هتشوف بعينها شوف كمية الفرص احنا خدنا مباراة سموحة طبعا كمثال كمية الفرص المهدرة اللي حصلت في المباراة دي كانت ممكن تلقل المباراة فين وتفرد ده بقى على باقي المباراة اللي انت خسرت فيها نقاط خاصة هرجع تاني مش هتكلم على وارد انك تخسر عادي لكن انك تضيع عشرين نقطة في عشر تعادلات ده مربوط بانك مقدرتش تسجل فلما مقدرتش تسجل او مقدرتش ان انت تترجم الفرص اللي صنعتها لاهداف وصل بك الحال اللي بتخسر عشرين نقطة من عشر مباراة فبالتالي ده اللي زي ما قلت احنا خدنا مثال لمباراة مباراة سموحة انا استردها في اللينك اللي جاي كمية فرص الناس لما تتفرج وتسترجع الزاكرة صعب جدا ان هي متبقاش موجودة احيانا بيبقى عدم توفيق لكن لما بيستمر ويكون المعدل معدل الترجمة لهذه الفرص قليل وتاني الارقام دي ممكن تكون مقبولة جدا خارج النادي لكن داخل النادي الاهلي اظن الارقام دي محتاجة مراجعة من اللعيبة ومن الجهاز الفان القادم حتى نستدل بكلام جيمي احط لوقتي ارقام الاهلي بشكل عام في الدوري قصوان الرقم المهم ليه دايما الناس يعني الرقم مهم جدا موضوع الارقام دلوقتي مباريات فوز عشرين تعادل عشر تعادل اربعة خسارة بنتكلم جبنا اتنين وستين جول لكن بص نسبة الهدف المتوقع تمانية وتمانين هدف يعني متخيل ان احنا لو كنا بس ركزنا شوية وصلنا ممكن كنت رقم الاثنين وستين هدف ده تتكلم توصل لسبعين خمسة وسبعين هدف كان ممكن يخلص لك مباريات ان اهلي استقبل واحد وعشرين هدف على فكرة الاهلي اقوى تفاع بالمناسبة ولبا اقوى تفاع في الدوري تاني اقوى تفاع في الدوري فاركو تالت اقوى تفاع في الدوري طلائع جيش رابع اقوى تفاع في الدوري في ندي الرادي في الزامنين انا minorities في اكenting Kartan وستطيع المتوقع ت drop my hands ان تغلص ال Examaj بناء على نسبة المحاولات بتاعت نادي الأهلي زي ما قلنا في البداية لما أكتر من ربعمائة محاولة بتجيب مية وسبعين محاولة هالي تبقى محققة للتهديف فبالتالي منها 88 فرصة هدف بتجيب منهم 60 جن ده رقم بالنسبة لنادي الأهلي آه هو بيخليك رقم واحد في الأقوى جوما ولكن هو في النهاية انت مخدش به دوري عشان كده لما بنيجي نتكلم برضو الناس نادي الأهلي عمل 20 أكلين شيت منهم 14 مع ريكاردو سواريش ورقم مميز جدا ولكن هتلاقي في عدد كبير جدا من مراد يخلص تعادل فالنادي الأهلي ما استفادش انه هو حافظ على شباك ونظيفة لانه ما قدرش يترجم الخرص اللي هو حققها لأهداف ممكن برضو نستعرض في جدوى اللطيف اللي هو اللعيبة بقى الاسهمت في الاهداف في النادي الأهلي هنلاقي ان علي معلول واحد من الليل هو مفروض باك ليفت هو من هدفين الفريق الأكثر إسهاما في الاهداف سواء على صعيد يعني أردى محمد مجد أفشا مسجل تمانية وصنع خمسة علي معلول مسجل تمانية وصنع أربعة بعدين محمد شريف مسجل سبعة وصنع اتنين حسين الشحات أربعة أداف وسهام في أربعة أحمد عدل قدر سجل تلاتة ولكنه صنع خمسة يعني اعتقد أحمد قدر أرقوم مفروض باحثة مكال لويس ميكسوني بيرسي تاو مسجلين خمس أداف ولكنه ما اسهموش لما نبص على رقم الرمي ربيعة وهو مدافع نجيب تلات أهداف ويساهم في أهدافين فهنا برضو يعني بيبين لكن في النادي الأهلي كان بيشتغل كتيب يعني التيم كله بيقدر أن هو يصنع أن هو يسجل زي ما هناك سلبيات لكن هناك عدد من اللعيبة يعني عدد لعيبة كبيرة هو بيساهم في أهداف عدد لعيبة كبيرة عندهم القدرة أن هم يصنعوا عدد لعيبة أن هم يقدروا يسجل ولكن ما استغلوش الكام الكبير من الفرص اللي قتيحت لهم كان ممكن أرقامهم دي نهاردة تبقى الضعف عن كده طبعا تكلمنا عن الإجهاد لأن العيبة زي محمد شريف أصيب كتير فغياب عن الموسم علي معلول أصيب بنتكلم فأحمد عبدالقادر نفسه أصيب بيرسي تاو تقريبا بنتكلم في تلات إصابات في الموسم يعني دي أكيد أسباب لازم ندرسها النهاردة نادي الأهلي وبيحل الموسم بتاعه وبيحل لكل حاجة زي بنحلل نقول أن فيه جزء منه كان عوامل خارجية ولكن فيه جزء كبير منه إحنا لازم نادي الأهلي نفسه يحسنوا يطوروا عشان خاطر النهاردة الأرقام دي تتضعف وما تفقدش نقاط بشكل أكبر خاصة المنافسة في الدوري زي ما احنا شايفين والسنة الجاية الناس هتحارب أكتر وأكتر أن هي تبقى موجودة عشان اللي بينزل ممكن وارد جدا بعد كده مع التطور لحجم الاستثمارات اللي في الدوري وأنديت الموسم ده فيوتشار عامل موسم جاي جدا منتكلم أن النادي المصري غير مجلس دارته الإسماعيلي بيحاول يعني فيه هيبقى فيه رواج ممكن تلاقي السنة الجاية الأمور اتصعبت عليك فرقة زي فاركو أسوان أسوان نفسها طلعها بتاع الأمور لازم كل سنة بتبقى أصعب فالنهاردة أنت لازم لعبة النادي نفسها خلاص هتريح شوية عندنا فرصة لتقتل أنفسه هم نفسهم بقى يذكروا يبتدي يذكر يبتدي يشتغل أن إزاي أركامو دي تتضاعف عشان خاطر الموسم اللي جاي نبقى بنحتفل بأركامو ميزة ونحتفل كمان باستعادة لقب الدور